الآية تقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق يعني هل مكان هذا اللي يعطي لهم هل عهد هاي كلها خانوها ويتأمرون كانوا على قتل الرسول ويتأمرون على الكيد للمسلمين وظلوا كذلك على هذا المنوال إلى أن أمر النبي بإخراجهم جن ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ورزقناهم من الطيبات وفعلا كانت طيبات عدهم عجيبة في مجارعهم أفضل أنواع المجارع عدهم أفضل أنواع النخيل عدهم الأموال عندهم كثيرة كل هذه الأموال والنبي صلى الله عليه وآله خطأ جاءهم خطوات اجتماعية يعني راد أن يذلل هالصعوبات أو يتخطى هالحواجد فأخذ وحده من بناتهم من نشاء من بنات رأشاءهم صفية بنت حيء بن أخطر تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وانت تعرف هدف من أهداف الصهر هو التحارب وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتل شخيمتهم لكن حقدهم على الإسلام أكبر وأكبر وسيبقى إلى يومك سيبقى إلى أن تقوم الساعة مع العلم ترى الإسلام بالعكس ما عنده إزاءهم شيء شوفهم إذا مروا بالنبي شوف كتاب اليهود إذا مروا بالنبي أو برجالات الإسلام شي يحملون عليهم بينما كتاب المسلمين إذا مروا بموسى عليه السلام ومروا بأتباع موسى ممن عرف بالإيمان يكرموه ويأخذون بآراءه ويذكرون نظرياته نعم إذا هو مستقيم أما لا ولا إذا عند نظرية مشينة أو عند نظرية تضر بفكرنا أبعا العلماء يخطون أصبحوا ماليه مشيرون أكو كثير من النظريات